اتفضل يا شيخنا ان شاء الله سنبدأ من سورة الفاتحة نقرأها أولا ثم نتناول كل ما فيها من أحكام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين أهدنا الصراط المستقيم